اهلا بكم مشاهدينا ويوم جديد وحلقة جديدة وامل جديد والنهاردة هنتكلم على موضوع ما فتحناش الموضوع ده قبل كده ولا اتكلمنا على ملف الاورام اللي فاية فيه ناس كتيرة بتقول ان السبب من اسبب تأخر الانجاب هو الاورام اللي فاية وفيه ناس تانية بتقول لا الموضوع ملوش اي علاقة بالاورام اللي فاية وفيه معلومات مغلوطة كتير بتتداول وما بنشوفش ساحات كتيرة وما بنشوفش ممكن نقول اراء بتطلع او ناس بتطلع توضح المعلومة الصح الطبية والعلمية السليمة ده اللي هنعمله النهاردة وهنقدم لكم كل الحلول المتعلقة بتأخر الانجاب بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمة العلمية اللي احنا ضيوفها النهاردة في مركز الكوثر بأسيوت الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الدرويش رئيس قسم النساء والتوليد كلية الطب جامعة الأزهر واستشاري جراحة المناظير والحقن المجهري ومؤسس مركز الكوثر المساعدة في الانجاب والحقن المجهري اهلا بك دكتور عبدالعزيز اهلا بسهر ازاي حضرتك عامل ايه؟ اول حقيقة دكتور بقى فيه ناس كتير جدا الاورام اللي فيها دي بالنسبة لها علامة استفهام مش فهمة يعني ايه هل انا ممكن يبقى عندي اورام اللي فيها وحمل عادي وخلف ولا لا هو الاورام اللي فيها يعني دي بتبقى موجودة في اغلبية السيدات تمام يعني حوالي مثلا خمسين ستين سبعين في المية من السيدات عندهم اورام اللي فيها تمام يعني كنا انا عندها اورام دي دي هي اللي بتقلق ان يجيرها اي اورام ان تقلب من حميد الى خبيث هم الاورام اللي فيها يعني الاسباب الرئيسية اللي بتبقى موجودة معها بيبقى زيادة مع السيدات في نسبة هرمون الاستروجين تمام هرمون الاستروجين ده هو ده الهرمون الانوسة هو اللي بيدي القوامل بتاع السيدة وبيدي الانوسة اللي موجودة عندها وهو اللي بيعمل تدفق للدم في جهاز التناسولي عند السيدات تمام لما بيبتدي ان هو يزيد عن الحجم الطبيعي بتاعه في اسمها بيبتدي ان هو يحفز بعض الخلايا اللي موجودة في عدرة الرحم وتبتدي ان هي تكبر ويحدث لها تورم ويحدث ورم ليفي ده اللي بنسميه الورم الليفي اللي موجود معنا بيبقى اكتر عرضة للسيدات اللي هم بيبقى مثلا البشرة الصمرة السيدات بقى فارقة بيبقى عندهم اكتر الورم اللي فيه السيدات اللي بدأت الدورة عندهم بدري يعني مثلا يعني جاتلها على سن 9 سنين او سن 8 سنوات فجات الدورة بدري فبيبقى عندهم هرمون الاستروجين زيادة كذلك برضو السيدات اللي هم بيبقى مثلا سنهم فوق الـ 45 أو 50 سنة والدورة لسه ما قطعتش فهم عندهم فترة طويلة قوي ان هم بيتعرض الجهاز التناثولي بتاحهم لهرمون الاستروجين بدون ما يتعرضوا اكتر لهرمون البروجسترون اللي هو بيضاد العمل بتاعه ربنا سبحانه وتعالى بيبقى نص الشهر الاولاني هرمون الاستروجين للدورة للسيدة والنص التاني بيبقى هرمون البروجسترون هم الاتنين دول بيبقوا الميزان انه يبقى متوازنين مع بعض بعض السيدات اللي بيبقى عندهم مثلا تأخر في الانجاب او ان هم ما تخخروا في سن الزواج او السيدات دول بيبقوا عندهم مشكلة انه متعرضوش لهرمون الحمل اللي هو هرمون البروجسترون بفترة كبيرة قوي وبناء عليه هرمون الاستروجين هو اللي الزيادة بقسمها وبناء عليه بيبتدي الغدد اللي موجودة او الالياف اللي موجودة في عدرة الرحم بتتحفز وتبتدي ان هي تقلب الى ورم لي في موجودة عندهم طب احنا بنقول كاملة ورم وفي نفس الوقت بنقول مش لازم نستقصله لانه هو حميد ايه فميد طيب احنا بقى ممكن نتكلم على الاعراض بيحسوا بايه سنت بتحس بايه الاعراض بتاعتها خمسين في المية ما بيشتقوش من الحاجة ولا اي حاجة ولا حاجة ويحملوا ويولدوا وما فيش مشكلة وما نكتشفش الكلام اللي خالص غير بالصدفة البحدة يعني مثلا واحدة مثلا بتركب لأولاب او واحدة مثلا حضرتك عندها التهابات وتبتدي ان هي تكشف فالدكتور بتاعها بيعمل لها صنارة فيلاقي ان في موجود عندها لوفة موجودة في الرحمة او ورعمليفي موجود في الرحمة يعني لما بتبقى حاجة زي كده وصغيرة ما بنحاولش ان احنا نقلقها كتير قوي ولذلك حتى بعض السيدات بقول لها يعني انت عندك دلوقاتي انا بحب ان اقول لحضرتك ان في ورعمليفي مثلا حجمه 3 سنتي في 3 سنتي او 4 سنتي مالهوش اي تأثير خوفا من ان ان انت مثلا لأي ظرف من ظروف تروح في مكان تاني موجود ويبتد ان انت تتخيالي ان ده الورعمليفي ده مؤثر عليك فمهم جدا ان احنا اللي بعارفين المكان بتاع الورعمليفي ده فين الحجم بتاعه قد ايه العدد بتاعه قد ايه ده اللي بيحدد اذا كان هستقصله ولا لأ بالضبط يعني انا عندي 3 اسئلة باسألهم لنفسي يعني المكان فين العدد والحج لو كانت هي بتفكر مثلا في موضوع الانجاب المكان ده مهم او لو كان فيه تجويف الرحمة اللي هو المكان اللي حيبقى فيه البيبي لا ده لازم يستقصله تمام يعني لانه ده المكان بتاع الجنين نفسه لو مثلا عندي عدد كبير جدا من الاورام اللي فيه ومؤثره برضه على تجويف الرحمة ده برضه لازم ان احنا نستقصله الورام اللي فيه ده عامل انسداد في قناة فلوب يبقى ساعتها القوانات القوانات الانبيب نفسها متاعت السيدة ده هيت حيبقى مزدودة ده لازم ان احنا نستقصله تمام طب افتالة اورام اللي فيه موجودة في خارج عضلة الرحمة او في العضلة الرحمة ومش مؤثر على تجويف الرحمة فده ملهوش اي تأثير معنا تمام ولزلك ان احنا عندنا فيه مشكلة كبير عضلة ايه بقى بعض السيدات عندهم اورام لفاية تمام وعندهم تأخر في الانجاب فدخلوا يعملوا عملية برضه شائزالة للأورام اللي فيه شالوا الاورام اللي فيه وما زال عندهم تأخر في الانجاب اه يبقى لان هو مش ده السبب لان تأخر الانجاب اللي عندها ما كانش سببه الاورام اللي فيه فخدت المضاعفات بتاعة العملية بدون ما تكون مزايا اه صح موجودة عندها يعني هي معندهاش خبرة هل ده ناسا المفروض منها نشيله ولا لا يعني هو الطبيب لازم نفسه هل انه هو قبل ما يقرر ان احنا نشيل الورام اللي فيه نسأل نفسها هل الورام اللي فيه هو سبب لتأخر الانجاب ولا مش هو السبب لو مش في المكان والحجم الطبيب والعدد والارض ده يبقى لا يبقى ما شيلهوش انت لما تشيره بتاخد هي المضاعفات اللي موجودة فيها انا اتكلم على طوله طرق التشخيص بقى باستفادة عشان فيه ناس كتيرا عايز تعرف طب ازاي اعرف بقى والدكتور هيعمل ايه بالضغط بس بعد التقرير صغير جدا انا كن معايا اربع بنات وكنت كل ما خلف خلف بنات جيت عند الدكتور عبدالعزيز حددنا نوعا للطفل وربنا كرمني بيسين الحمد لله راجل ممتاز خالص وراجل كويس وبنصح الناس كلها يتيجي هنا اسمي شهد عبدالعزيز حسن حضرتك ومتزوجة لقيا 13 سنة معي ثلاث بنات وجوزكا نفسه في ولد فجيت هنا عند الدكتور عبدالعزيز وهو سنة واحدة بس والحمد لله ربنا كرمني باسلام والفحمد وشك نور عبدالعزيز حسن عبدالعين كنت بقى أنا على طول كلها محمل بسجت على طول جيت عند الدكتور عبدالعزيز عمل طفل مجري والحمد لله جبته ولد وبيني أنا فاطمة محمد مصطفى كنت ليه أربع سنين ما بخلفش والحمد لله جيت عند الدكتور عبدالعزيز وربنا كرمني بنتا زي العسل الحمد لله رب العالمين عندنا تيم فريق في العيادات قوي جدا الحمد لله بنتعامل مع مريض كويس بالنساء مع مريض كويس وبعد كده حمد لله رب العامين عندنا دكتور يعني من الدكتور اللي هي الكويسة اللي هي بتتكلم مع الحالة يعني غير برا مثل ممكن لقى الدكتور يخلص كلامه بسرعة كده لا دكتور بيستمع للحالة وبعد كده بيبدأ يفهم منها المشكلة ايه ويفهمها ورده هي عندها ايه ورجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد التقرير أو الدورة الشهرية عندها 40 سنة أو 37 سنة مكملة الأسرة بتاعتها لكن هي بتشتكي من نزيف الدورة الشهرية بتقعد عندها أكتر من 7 تيام أو بتقعد خمس تيام لكن كميتها كتيرة أو أكتر من المعدل الطبيعي أو أكتر من المعدل الطبيعي تبتدي تقلق فهي قديم غياب جاية تشتكي أو طول الشهر طول الشهر السيدة تقول لأنا ببطهرش أنا طول الشهر نازل عليها تم فهي قديم أثر عليها على الحياة النفسية وحياة اليومية والحياة الزوجية عندها أنيميا عندها مضعفات وبرضو تاني يعني قبل ما نقول أن الورم اللي فيه هو سبب النزيف ده لازم قبل ما نقول أن احنا نشيله لازم نقرر هل هو ده سبب رئيسي طب ايه السبب التاني اللي ممكن يبقى ممكن عندها مشاكل في المبايد السيدة ده هيدا يعني الورم اللي فيه مش الورم اللي فيه مش الورم اللي فيه لأن برضو ممكن هي تشيله ويبقى برضو مستمرة عندها النزيف يعني لازم نشخص كويس عشان نقرر خطة العلاج بالنسبة لهذه السيدة طب أول حاجة قالتها أن لأ أنا بقالي مثلا عندي النزيف بقالي فترة طويلة البريد بقت تنزل بشكل فظيع وفيه ألم وفيه ايه تاني ايه تاني من الحاجة اللي بتقولها اللي هي ممكن يكون عندها ألام بس هي الألام اللي موجودة في الأورام اللي فيها أقل عارفة حضرتك لما كان في حلقة مصر البطنط الرحم المهاجرة كان كل الحدوتة كلها رقم واحد الألام صح الأورام اللي فيها ما تعملش ألام كتير لكن تعمل الألام مثلا مزمنة لو كبر حجم الرحم ده وصل لحجم كبير قوي وضغط على المسانة البولية فبتلاقي السيدة دي تدخل الطويلة كتير فهي دي باستمرار عن مالة رايحة جاية على الحمام أو أن مثلا ضغط على المستقيم فعندها هذه السيدة عندها مثلا تعب فيه عملية الإخراج موجودة عندها أو ألام في الدهر أو ألام في الحوت أو ألام على الدورة الشهرية لكن ألام اللي موجودة فيه الأورام اللي فيها أقل حدة بكتير بمراحل كتيرة جدا من اللي هي قطانة رحم المهاجرة ممكن تيجي بشكوة واحدة من دول ولا لازم بيؤكتر من شكوة لا ممكن تيجي بشكوة واحدة بشكوة واحدة بس أو أن احنا زي ما قلت لحضراتك نكتشفه بالصدفة بالصدفة أو أثناء الولادة ونعمل قيصرية ولا حاجة نلاقي عندها أورام لفية وأبناء العريب نحط خطة إلي لايك يعني إحنا الجزء بتاني على الألترا ساوند والصونار بيقدر نحن نشخص قويس أولا نشوف المكان والحجم والعدد بتاع اللوف اللي موجود في الرحم يعني مثلا حضرتك أنا ممكن تبقى عندي ورم ليفي موجود في الرحم حجم أدل حمصة لكن تحت بطامة الرحم يعني النزيف قوي واحدة عندها أدى مثلا حجم أكثر من حجم كبير جدا ما لبطنها لكن مش مأثر على تجويف الرحم ولا بطنة الرحم وفي نفس الوقت ده مش عاملها الدورة قاعدة عادية جدا طب في كثة الحالتين ليه ما شيروش من باب الاحتياط إذا كان هو عامل شكو إذا كان عندها سبب لكن هو لما بتعاقي السيدات دي بيبقى فوق سن الخمسين سر أو الدورة بتبتدي إن هي تنقطع دورة السيدة والطمس ده بينتهي هو زي ما اتفاقنا هو بيتأثر تأثير تام بهرمون الاستروجين مع انقطع الدورة هذه السيدة بيبتدي هرمون الاستروجين ده يجاء اللي في جسمها كل إن هو يقل بتبدأ تدمر هذه اللوفة اللي موجودة في الرحم بتاعت هذه السيدة حسب شكوتها شكوتها تأخر إن جاء وهو سبب لأنا ممكن أستقصله ممكن أن أنا أحضرها كويس قوي ممكن هذه السيدة لو ما أثر على تجويف الرحم أشيله بمنظر الرحم قبل ما قرر أن أنا بمثلا عملية حقن مجهر اليوم فمهم جدا المكان للعدد سن المريضة آخر سؤالي دكتور ممكن يأثر على نتيجة الحقن المجهري ولا لا؟ يأثر معنا لو هو أكثر من خمسة سنتي في عضلة الرحم لأ استقصله لو هو مأثر على تجويف الرحم لازم يستقصل عشان يحسن نسبة النجاح عشان ما حطش عاقب قدامي ممكن يدمر لي مثلا رحلة الحقن المجهري حتى الحمل الطبيعي يعني حتى الحمل الطبيعي يبقى عندها إجهاض متكرر منه منه فلازم يلا تستقصله هذه السيدة يعني ملفه فتحناه وأكيد يعني هنعيد ونزيد في كلام كثير جدا وأنا عارفة أن الناس عادت الأسئلة أكتر في الموضوع ده وإن شاء الله للحديث بقية أنا سعيدة بجودك معك شكرا جزيلا لحضرت بشكر أستاذ الدكتور عبد العزيز الدرويش رئيس قسم النساء والتوليد كلية الطباء جامعة الأزهر واستشاري المناظير الجراحية والحقن المجهري وأيضا مؤسس مركز الكوثر للمساعدة اللي نجابه والحقن المجهري المشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا نشوفكم على خير إن شاء الله رعيت الله